على الرغم من الدعم المطلق وغير المحدود الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ظهرت خلافات عميقة بين الحليفين الصديقين للعلن لتكشف عن مدى تأثير حرب غزة على مستقبل العلاقات بين البلدين وسائل إعلام أمريكية وصفت المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة قرار تل أبيب بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية بأنها محبطة وعلامة على التوترات المتزايدة بين قادة البلدين وذلك بسبب إصرار نتنياهو على عدم الاستجابة لمطالب بايدن نتيجة مخاوفه من تعرض حكومته لإتلافية للخطر خاصة بعد تهديد وزير المالية الإسرائيلي بالاستقالة حال تم الإفراج عن هذه الأموال قضية أموال الضرائب لم تكن الخلافة الوحيد فنتنياهو رفض بشكل علني الخطط الأمريكية لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب وهو أن تصبح غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية وتربط بالضفة الغربية حيث أكد نتنياهو أن تولي السلطة الفلسطينية الحكم في غزة لن يحدث طالما هو رئيس للحكومة الإسرائيلية تصرفات المستوطنين الإسرائيليين المتشددين في الضفة الغربية كانت محل خلاف بين الجانبين حيث قررت الولايات المتحدة فرض حظر على تأشيرات دخول بعض المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية كما طالب بايدن من نتنياهو ضرورة مواجهة التصريحات المتشددة من جانب بعض القادة الإسرائيليين مثل ما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة محذراً من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لها خاصة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية في غزة بايدن صاحب مقولة لو لم تكن هناك إسرائيل لكان على الولايات المتحدة اختراعها لم يجدها مثل ما تمنى ابناً مطيعاً بل أفقدته شعبيته وأثرت على فرص فوزه بالانتخابات المقبلة حيث أعلن زعماء ست ولايات أمريكية عن حشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب جو بايدن في الانتخابات بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة ترجمة نانسي قنقر